أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في صدق أقلام جديد نرصد فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية ونبدأ بأهم العالم نطالع في موقع الهيانات قسم حقوق الإنسان قوات الحكومية اتقلت 443 مواطنا في شهر آذار الماضي ونتصفح في المدى شرطة ذيقار تحذر من تأثير السلوكيات العشائرية على السلم المجتمعي ونشر في موقع كتابات تصاعد الضغوط الدولي عليها فيسبوك تعترف بنسخ رسائل ماسينجر ونتصفح في الجزيرة أن الدومة تنزف مجددا ونظام يضغط على جيش الإسلام في العرب الجديد نقرأ ضغوط أمريكية على العباري لتسليم البشماركا مناطق متنازع لها ونطالع في القدس العربي ماتس نعمل على تسوية المسائل المتعلقة بدعم حلفائنا في سوريا بعد الانسحاب ونقرأ أخيرا وليس آخرا في الحياة العراق بعد 15 سنة على الغزول أمريكي أحلى منتلاشة واستقرار لم يتحقق بعد أهلا بكم بوش في مذكراته قرارات مصيرية حقيقة هناك أقرأ حقيقة الهزيمة التي لحقت برجاله وعدم ساحة التقارير الاستخداراتية بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق فمن المهم العودة بذاكرة العراقين والعرب إلى حقا قد وفع الحقيقية لاحتلال العراق في 2003 لماذا تم الاحتلال؟ الوثاق والمستندات التي تؤكد هذه الحقاق تحتاج إلى مجلدات وكتب تثبت للعراقيين والعرب والعالم أن صانعي ذلك الاحتلال كانت تحركهم دوافع تدميري العراق بحسب الكاتب ماجد السامراء في صحفة العرب اللندنية ودارت برامج التدمير دوائر القرار السياسي الأمريكي في الفترة اليمينية المتطرفة التي غطت مرحلة مهمة منذ أواخر الثمانينات القرن الماضي ثم وصلت إلى عقل الرئيس الأمريكي جورج بوشي الإبن المتحمس إلى تحقيق تلك الأهداف بعد أن طوقته شلة المحافظين الجدد ديك تشيني وزلماي خليل زادة وريتشارد بيرل ودوغلاس فيث وجون بولتون الذي عاد الرئيس الحالي دونالد ترام تعينه مستشاراً للأمن القومي زين هؤلاء المحافظون لبوش فكرة أن احتلال العراق هو الحلقة المهمة من حلقات الإمبراطورية الأمريكية وتصعيد الصدام مع بلدان مختارة من المنطقة العربية كشفت الكثير من الوثائق والتصريحات الرسمية أن جورج بوشي الإبن حركته دوافع لاهوتية لاستهداف العراق قبل غيره في المنطقة فقد كشف الصحفي الفرنسي كلود موريس في كتابه لو كررت ذلك على مسامعي فلن أصدقه أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك شعر بالفزع عندما حدثه بوش هاتفياً عي جوج ومأجوج لتبرير الحرب على العراق يضيف بوش في مذكرته كان هناك خطأان سبب الكثير من الانتكاسات والمشاكل التي واجهناها كان الخطأ الأول عدم استجابتنا بسرعة أكبر أو بقوة عندما بدأ الوضع الأمري في التدهور بعد سقوط نظام صدام حسين أما الخطأ الثاني فكان ممثلاً في فشل الاستخبارات في العثور على أسلحة الدمار الشاملين في العراق منذ 2003 أصبح لمطار المثنى وظيفة جديدة تمثلت بأنه سجن سري استخدامه المالك كذلك باستقبال جثامين القتلى في المعارك وحظها في ثلاجات كبيرة داخله واعتبر المطار واعتبر أيضاً بالأحرى المطار مركزاً لتسليم قتلى الجيش العراقي والحجد الشعبي وبات مشهد البوابة الجنوبية له محزناً للغاية حيث النحيب الذي لا ينقطع عند الباب من قبل ذوي القتلى وفي ذلك دخل المطار مرحلة لم يشهدها منذ تأسيسه وحتى اليوم ولا يزال يستقبل جثث المقاتلين التي يتم حفظها في الثلاجات لأيام قبل تسليمها إلى ذويها تقرير لصحيفة العرب الجريد عن مطار المثنى في بغداد ولم يبقى وضع مطار المثنى على حاله كقاعدة عسكرية ومقر لحزب الدعوة إذ عمد رئيس الحكومة السابق نور المالكي إلى إضافة سجن سري داخله ضم آلاف المعتقلين من مناطق حزام بغداد الشمالي والغربي بتهم غالبيتها تمثلت بالإرهاب والتعاون الخفي بعد جماعات إجرامية بعد ابتكار ما يعرف بالمخبر السري الذي اعتمدته السلطات العراقية والذي بسببه ظلم الآلاف من الذين لم يعرف لهم طريق إلا بعد سنوات وبعضهم لا يعرف مصيره حتى الآن ويقع المعتقل في بناية المستودعات ضمن الجزء الجنوبي للمطار من جهة منطقة الوشاش وبقي سريا بين العامين 2007 و2011 قبل أن تكشف عنه منظمات محلية ودولية ما اضطر رئيس الحكومة السابق لاعتباره سجنا عسكريا بإشراب في الفريق حاتم المكسوسي أحد أذرع المالك القمعية في العراق ومازال السجن يضم آلاف المعتقلين الذي أمضى بعضهم عدة سنوات بلا محاكمات ولا تهم واضحة وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عبد الرحيم الشمري أخيرا عوجود 1200 معتقل في مطار المثنى مشيرا إلى أنهم من أبناء الموصل ويقبعون في المعتقل بلا محاكمات وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها لصحف ووكالات عراقية ويضيف الكاتب كما كل شيء في العراق من الفساد إذا أصبح بعض الضباط المتوجدين في قاعدة المثنى يساومون أهل القتلى على مبالغ مالية لقاء تسليم جثث قتلهم بسرعة وأضاف الضابط أيضا الذي اشترط عدم ذكر اسمه في حالتهم مع العربي الجريد المطار ما زال يستقبل جثث كل قتل المعارك في مناطق العراق الشمالية والغربية بالإضافة إلى قتل القوات العراقية التي تتعرض إلى كمان وهجمات من انتحاريين من داعش الكل يعلم جيدا أن مفوضية الانتخابات تشكلت بعدها صراعات حزبية بحتة دامت لعدة أشهر لتنتج المحاصصة بعدها مما قوض حياديتها وجعلها مستوبة الإيراد وبعيدة عن الاستقلال كل البعض وهذا واضح من خلال التخبط في قراراتها المتخذة حيال عملها بحسب الكاثب غزوان البلدوي في مقال له بموقع الكتاب ما إن اقترب الموعد النهائي للانتخابات حتى بدأت تخرج بعض التصريحات من المفوضية تهدد بنذير شؤم تخرج منها رائحة الخيانة تقف خلفها التحالفات الكبيرة لأنها الرابح الأكبر من هذه اللعبة القذرة التي تديرها الأياد الخفية الملطخة بالفساد والسرقات لعل سائل يسأل لماذا تتهمون التحالفات الكبيرة في هذا الأمر وما هو السبب الذي يجعلها تقف خلف ذلك الجواب بسيط بما إن مجلس المفوضين مقسم بين بعض الكتل والأحزاب إذن اجتماعها بطبيعة الحال سيؤدي إلى اجتماع ممثليهم في مجلس المفوضين على الأمر ذاته ومصادقتهم بأغلبية على تمرير أي قرار يخدم مصالحهم جميعاً لكي تبقى الأحزاب والكتل الصغيرة هي الخاسرة الأكبر من ذلك إلغاء التصويت والعد والفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة سيجعل العملية السياسية على المحاك وسيهدم آخر حجر من الديمقراطية ليعيد حيتان الفساد إلى أماكنهم ويحمي سراق البلد من المحاسبة ليعود كهول وكهنة الأحزاب الفاسدة للسيطرة على مقدرات البلد إذا قررت المفوضية غير المستقل للانتخابات مثلاً الذهاب إلى الخطة باء والعدول عن قرار التصويت والعد والفرز الإلكتروني واللجوء إلى طريقة القديمة للعد والفرز الإدوي فمنصير تلك الأجهزة والكوادر التي أنفقت عليها مليارات الدولارات في صفقات مشبوهة تمت في الغرفة المظلمة إلى أين ستذهب؟ ومن الذي سيحاسبهم على ذلك؟ كيف تحولت بلدان مثل إيران والعراق وسوريا واليمن؟ التي تعد أهم مراكز الحضارة الإنسانية مسرحاً للقتل والإرهاب والحروب والمعاسي التي تقف خلفها إيران الملالي كما يصف الكاتب لكنني أقول على يقين تام والكلام للكاتب طبعاً سيد أحمد غزالي في مقالم بصحيفة الشرق الأوسط إن هذا النظام سيسقط بيد أبناء الشعب الإيراني وحركة المقاومة الإيرانية أو حركة مجاهد خلق هذه الحركة ليست حزباً تقديدياً أوسسة من أجل الحكم بل كان في البداية من أجل إسقاط ديكتاتورية الشعح ومن ثم إسقاط حكم ديكتاتوري أخطر وأسوأ إيران الملالي تدعي الإسلام لكنها قتلت أكبر عدد من المسلمين من أي بلد آخر في العصر الحديث ولا شك في أنه ليس هناك أي حل للبلدان العربية والإسلامية إلا باستئصال هذا الورم السرطاني الذي يعرف نفسه بنظام ولاية الفقير النظام الحاكم في إيران يرى نفسه وصياً على البلدان العربية والإسلامية ويعمل من أجل التدخل السافر في هذه البلدان وتصدير الإرهاب والحروب الطائفية إليها بكل ما لديه من قوة وإمكانات ومع الأسف الشديد سياسة الغرب أيضاً تؤيده في هذا المجال والسؤال الذي ينتابني دائماً هو كيف أن البلدان التي كانت مركز الحضارات كالعراق وسوريا وإيران واليمن البلدان التي أعدها لؤلؤة الحضارة الإنسانية أصبحت فريسة هذا النظام وممارساته الهدامة وحين ننظر إلى هذه البلدان نرى في كل واحد منها النظام الإيراني وراء كل المحن والحروب والدمار كما كان في الجزائر في نهاية الثمانينات والتسعينات يضيف الكاتب النظام الحاكم في إيران ومجل تمرير سياساته يركز على عنصرين أساسية أحدهما مذهبي والآخر قومي الأول تركيزه على الشيعة في وجه السنة والثاني العنصر الإيراني والشوفيني الإيراني في وجه العربوفي كما يصف الكاتب اعتقادي نحن العرب والمسلمين فقدنا الكثير بسبب عدم التقائنا بالشعب الإيراني ومن يمثل هذا الشعب وأقصد بالذات المقاومة الإيرانية يصبح العالم ويمسي على وقاع الانتهاكات الإنسانية ومشاهد جرائم الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي قد الشعب الفلسطيني العزل دونها يرف جفن لما تسمى بالعدالة الدولية أو المجتمع الدولي وأمام كل جريمة يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يزداد ضمير العدالة الدولية والمجتمع الدولي تبلدًا وموتًا أمر الذي شجع معه مضعفة المحتل الإسرائيلي لجرائم الحرب ووحشيته بحسب افتتاحية لصحيفة الوطن العمانية في وضعٍ يضغى عليه الكذب والنفاق والتدليس كما هو حال كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي قام على الكذب والتدليس والنهب والسرقة والإبادة وجرائم الحرب وانتهاك الإنسانية لا يعدم كذبة يبرر بها استهدافه الوحشي ضد المدنيين الفلسطينيين المنتفضين سلمياً وبالتالي جملة كملاذ أخير في سياق دعوة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيعدها القاتل المجرم الإسرائيلي رخزةً له بالقتل وسيبني عليها سيلاً من الأكاذيب لتبرير جرائمه لهذا نؤكد أن السبب الأساسي في هذا الوضع المأساوي والكارثي ليس على الشعب الفلسطيني وحده هو غياب العدالة على المسرح الدولي فحيثما تغيب العدالة ينتعش الإرهاب والظلم والجور ففي مناخ التآمر والظلم والتدمير والتخريب الذي يقوده الصهاينة والغرب والأمريكيون ضد المنطقة وتدمير دولها وتمزيق عرى مجتمعاتها ونشر الفتن الطائفية والمذهبية وسلب ثروات شعوبها وابتزازها من أجل تأمين بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي القوة الأوحد في المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية وتدمير أي قوة عربية أو إسلامية تنافسه فإن مظاهر الإرهاب والقهر والتشريد والتدمير والإبادة والتآمر والتواطئ وغياب العدالة هي أمر حاصل لا محالة بل مطلوب لتحقيق ما خطط له من أهداف استعمارية واحتلالية وتصفوية وتضيف الصحيفة يحاول المتامرون أن يجعلوا من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية المستهدفة صيدا ثمينا لتمرير أهداف ومشاريع تأمرهم ولكن على الرغم من كل ذلك فإن الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب المحبة للحرية والكرامة والرافضة لمظاهر الخنوع والتبعية تؤكد أنها قادرة بل الأقدرة على ضرب مشاريع التأمر كان ينتابني أحيانا وأنا أشاهد تدمير المدن السورية بطريقة ممنهجة وتهجير أهلها كحمص ودرية والغوطة وحلب وغيرها كان ينتابني شعور بأن كل ما حدث في سوريا من دمار وتهجير كان مجرد مقدمة مدروسة لإعادة تنظيم المدن السورية عمرانيا وديمغرافيا أكد كتب فيصل القاسم في صحيفة القدس العربي حيث تحدث عن التغيير الديمغرافي إن ما نراه الآن في سوريا من إعادة توزيع وتطهير ديمغرافي وإزالة مدن بأكملها عن الخارطة لم يعد بحاجة إلى أي براهين بعد أن راح الجميع وعلى رأسهم النظام وحلفائه يقطعون سوريا ويعيدون تركيب خارطتها البشرية والعمرانية بسكين حاد جدا وعلى مرأة ومسمع الجميع لبل إن الأمم المتحدة تبصم بحافرها على الخرائط الجديدة كما شاهدنا في دارية والغوطة حيث أشرف الشخصيا على تهجير السكان الأصليين إلى الشمال سوريا رغم أنهم عاشوا في ريف دمشق لمئات السنين لاحظوا كيف تم حرق السجلات المدنية وتهجير سكان حمص من المسلمين السنة وعددهم أكثر من مليون ولم يسمح لهم بالعودة إليها لاحظوا كيف اندفع حزب الله وداعموه الإيرانيون إلى السيطرة على مدينة لقصير في محافظة حمص وطردوا أهلها قبل سنوات كي يؤمنوا مناطق حزب الله في لبنان ويدمجوها بالمناطق السورية لقد ظن البعض قبل ثلاث سنوات أو أكثر أنها مجرد خطوة لاستعادة بعض المناطق من المعارضة في معارك الكر والفر لكن الأيام أثبتت أنها خطة محكمة تقع ضمن مخطط إعادة تشكيل الخارطة السورية ديمغرافيا ومدنيا لكن لعبة التغيير الديمغرافي في سوريا لا تقتصر فقط على النظام وحلفائي بل إن أطرافا كثيرة دخلت عليها منذ زمن وكانت تخطط لها منذ بداية الثورة فالأكرار مثلا بدعم أمريكي وغربي طهر المناطق العربية التي كانوا يريدون السيطرة عليها في الشمال منذ سنوات وربما بتنسيق مع النظام حتى وعندما نرى القواعد الجوية الأمريكية جليدة شرق سوريا تصبح لعبة التمزيق الديمغرافي أكثر وضوحا تصبح لعبة التمزيق الديمغرافي أكثر وضوحا بعيدا كل البعد عن السياسة كشفت دراسة أمريكية جليدة عن أن تدهور العقلي ليس حتميا وأن المخ يواصل تجهيد نفسه مع تقدم العور وقال علماء الأعصاب بجامعة كولومبيا في نيويورك أن باستطاعة الناس منع تدهور نشاط الدماغ باتباع حياة صحية أسلم وبالحفاظ على لياقتهم العقلية من خلال التعلم المستمر وكانت الدراسة التي أوردتها صحيفة التايمز فحصت أدمغة 28 شخصا ماتوا فجأة ولأنهم كانوا جميعا يتمتعون بصحة جيدة إدراكيا وكانت أعمارهم تتراوح ما بين 14 و79 سنة فقد تمكن العلماء من رسم مخطط أدمغة البالغين مع تقدم العور وعلقت الباحثة بجامعة كولومبيا مورا بولدريني على هذا الاكتشاف بقولها لأن معرفة أن هذه الخلايا العصبية موجودة وأنها لا تزال قادرة على التكاثر تمكننا من فهم المزيد حول كيفية لنشاط الشيخوخة السليمة وكذلك فهم كيفية سير الأمور عندما لا تكون على ما يرام وأقل خبير آخر أن هذه الدراسة توفر المزيد من الأدلة على أن الانحلال والتدهور العقلي ليس نهاية المطاف كما يعتقد الكثيرون الآن مع الكاركاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة